ماذا لو قمنا باطلاق النار تحت المياه او تحت البركة المائية والاحفاظة المائية وايضا ماذا لو قمنا باطلاق النار على المياه هل ممكن ان المياه او براميل المياه او خزانات المياه ممكن تكون درع واقعي وحاملك من الرصاص والعيارات النارية بمختلف عنوارها نتابع معا هذا واكثر في هذه الحلقة ومشاهدة ممتعة ماذا لو قمنا باطلاق النار تحت المياه هل ممكن ان الاسلحة تتفكر نعم فيه بعضها ممكن انه يقوم بالانفجار تحت المياه وذلك بسبب الضغط العالي للمياه وضغط الرصاص داخل السلاح مع هذا الضغطين العاليين ممكن يؤدي الى انفجار السلاح اذا اذا نزلنا في مسبح مائي او بركة او حتى بحر ونزلنا الى عمق اكثر من مترين او ثلاثة متر على حسب حجم المياه الموجودة في سطح هذا المكان اه فقد السلاح ينفجر من قوة ضغط المياه اه مع ضغط الرصاص اما اذا كان النزول يعني مسافة بسيطة من خمسين الى متر اه فما فيش اي تأثير ولكن ما هو السوال يجعلنا ان نطلق نار تحت المياه هل اي لنصطط السمكة فعلا لا فيه ناس بيطلقوا النار تحت المياه للي يجربوا كفاءات الاسلحة هذا السبب الاول السبب الثاني ليطلق النار تحت المياه وهو عندما يكون فيه مجرم وهذا المجرم او الشخص اه جفز الى بركة مائية او الى حب مائي اه في حجوم الشرطة ورجال الامن بملاحقة هو اطلق النار تحت المياه وايضا يتم اطلق النار تحت المياه لتخويفه حتى اذا لم تصل له الطلقة فايدا الاسلحة الذي بيكون عدد قطعها اكثر وايضاها واكثر الداخلية اه في بيكون الامفجار فيها وقوة تحملها اثناء اطلاق النار تحت المياه اعلى اما الاسلحة الذي بيكون قطعها اقل اه يعني مثل الترباس وغيره والنابض والابراح والى الاخر من قطع السلاح الذي بيكون اقل عدد من القطع بيكون امفجاره اسهل واسرع سؤال ثاني ونقول فيه ماذا لو قمنا باطلاق النار على مياه وجعناها على خزانات مياه هل ممكن ان الطلقة تتوقف ويتم اقافها بواسطة قوة المياه ووزن المياه والعطل المياه ام لا وهل ممكن هذه الخزانات او البراميل الالمائية تكون كدرع واقلة وتقدر تحت من خلفها اذا كان فيها اي مضارطات واشتباكات نارية خلونا نشوف اه طبعا قمنا بالتجربة الاولى على سلاح من نوع جي ثري خلونا نشوف اه التجربة مع بعض من خلونا نشوف اه ارفع اربع 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 صح اربع قوارين مياه وثلاث ثلاث مثل ما شفتو في اللقطة وهذه سليمة مثل ما شاهدتو مثل ما شفتو هذه التجربة بندقية الجي تري بحسب ان عيارها كبير نوع عمال 7.62 ض. 51 وايضا السرعة وعالية مثل ما شفتو اخترقت معنا ثلاث دبات من المياه ربعا قدرة الطبعة الواحدة ما يقارب 20 سنتي اه يعني اجمالا ما يقارب 60 سنتي اما التجربة الثانية خلونا نشوفها مع بعض على بندقية ال اي تي مياه واربعة طيب الان رح نبدأ من مسافة 15 متر نشوف نقول بسم الله امامكم اخترق هذا الاولى هذه الثانية هذه الثالثة هذه ايضا الرابعة اربعة دبات مياه توقف الاختراق عند الدبة الرابعة وهذه هي الطلقان ما يشوفوها مثل ما شفتو فالتجربة الثانية بندقية ال اي كي مياه واربعة رغم انها اصغر وسرعتها اقل واربعة رغم انها اصغر ولكن قامت باختراق اربعة دبات من المياه ضربة دبة نفس الشيء 20 سنتي اه يعني قارب 80 سنتي من المياه اذا ما هو السبب ان بندقية ال جي ثري الالمانية الذي يريد تقبيله ما قدره يخترق او كيف لا السبب مشهنة السبب هو سبب PDI بحد كلما زادت سرعة الطلقة عند تساطمها بالمياه وزاد حجمها او قطرها فيكون قوة اختراقها اقل لان معاوزن المياه معاوز سرعة الطلقة بتشكل حاجز كأنه خرصاني ولكن عند انخفاض سرعة الطلقة عند خروجها مثلا بندقية اليتري ما يكون سرعة الطلقة خروجها ومن ما يقارب 700 متر فئة ثانية الواحدة اما بندقية ال اي كي مياه واربعة ما يقارب 500 متر او 550 متر فئة ثانية هذا هو السبب سرعة الطلقة عند تساطمها بالمياه بسرعة اقل تقوم بالاختراق وتقوم بالتغلق بشكل اكبر ولكن عند تساطمها بالمياه بشكل اسرع وايضا في نفس الوقت المكذوف او الرصاصة تكون حجمها وقطرها اكبر فذلك هي يسبب ان ما تقدرش تخترق مثل السرعة البطيعة بين المياه لان المياه تعتبر حاجز لان انتما تعرفوا جسيمات المياه عندما تشكل مع بعضها مع سرعة الطلقة انتما تعرفوا سرعة الطلقة هي اعلى من سرعة الصوت لذلك في هذه الحالة النظرية ان السرعة الابطأ في الطلقة او السلاح الذي يطلق الطلقة على الرصاص بشكل اخف في الثانية فهو الذي يقدر انه يخترق بعمق اعلى بين المياه اذا سؤالنا هل يمكنك ان تحتمي خلف حاجز او برميل او خزان مائي عند الاشتباكة النارية نعم يمكنك ولكن لازم يكون ارض الخزان المائي او قطر الخزان المائي لا يقل عن واحد متر مربع ايضا كذلك الارتفاع لا يقل عن واحد متر مربع لاجل يكون وزن المياه في هذا الخزان واحد طن فلذلك مسبح لأي طلقة تحكي سلاح ان هي تقدير تخترقه ولو كانت ابطأ سرعة في الطلقات وحتى اذا اخترقتها سوف تصل الى الجهة الاخرى وقد بردت ونقدت طاقتها وقوة هذه الطلقة لان الطلقة نفسها تقوم بتفريغ قوتها وطاقتها اثناء انطلاقها بين هذه المياه اشتركوا في القناة